بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أعزائي في لقاء جديد ودرس متجدد من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الأول في مادة لغتي للصف الأول التعليم المستمر أهلا وسهلا بكم أحبتي نحن الآن في حرفنا وضيفنا الحرف ن هذا الحرف الذي نستخدمه كثيرا في حديثنا في كلامنا هذا الحرف ن الذي أحد شخصيات هذا الكتاب تبدأ بحرف ن اليوم حرف ن من هذه الشخصية نعم بارك الله فيكم إنها نورة نورة تبدأ بحرف ن هذا الحرف الذي سندرسه بالتفصيل في هذه الدروس المتعددة بمشيئة الله فأهلا وسهلا بكم نحن الآن يا أحبتي في الدرس الثاني من دروس هذا الحرف في الدرس الماضي يا أحبتي تعرفنا على مجموعة صور وهذه الصور حوت مجموعة من الكلمات فلدينا أحبتي أربع كلمات أخذناها كما ترون أمامكم لدينا هذه الكلمة تكنس وكذلك أخذنا منزل وأخذنا كلمة ثالثة نافذة والكلمة الرابعة ينسق وتعملنا يا أحبتي شكل الحرف ن وأصواته المختلفة ففي الكلمة الأولى هنا تكنس صوت ن هنا ما هو أحسنتم ن في الكلمة الثانية منزل صوت ن هنا كيف صوته أحسنتم من سكون وفي الكلمة الثالثة الحرف ن هنا ما صوته ن صوت طويل بالفتحة والكلمة الرابعة هنا ينسق صوتنا هنا هو ن بصوت الفتحة بدون حرف المت حسنا الآن يا أحبتي نفتع على الصفحة المطلوبة لنبدأ في تعلمنا الجديد وستمر علينا وكما ترون كلمات جديدة تحوي الحرف ن في هذا الدرس يا أحبتي سنتعرف على القصة خلف الصور التي رأيناها في بداية دروسي هذا الحرف إذن تذكرون هذه الصورة التي رأيناها سواء الصورة الأولى التي تحوي الأم مع أبنائها أو في الصورة الثانية حيث توجدون في أحد غرف المنزل أو في هذه الصورة التي تظهر كل شخصية وعملها الذي تقوم به إذن مطلوب منكم أحبتي الآن في خلال هذه خمسة دقائق أن تنظروا إلى هذه الصور أولا انظروا إلى الصور ثم انظروا إلى الكلمات أسفل كل صورة وحاولوا قراءة هذه الكلمات ورسم خط أسفل الكلمات التي نعرفها مسبقا فهيا بنا ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ودينا كذلك المنزل وكذلك نظافة نظافة مرت علينا سابقا مثل هذه الكلمات ودينا كذلك أمي تكنس هنا أنا التي أرفناها وأخذناها سابقا أنظف نافذة بالتأكيد نافذة ماذا الغرفة بعض الكلمات يا حبتي لا يحتاج أن نعرفها مسبقا فسياق الصورة أو سياق الجملة يخبرنا بالكلمة التي نراها لدينا هنا فواز ينسق بالتأكيد مثل هذه الكلمة رغم أنها مرت علينا ولكن بالتأكيد أنها ما هي الزهور الزهورة إذن كلمات كثيرة يا حبتي لدينا هنا نعرفها سابقا كذلك يا حبتي نلاحظ أن هناك كلمات كثيرة أتى فيها حرف ملون الحرف ن كلمات كثيرة ملونة أتى فيها حرف ن الحرف ن دعونا الآن نسلط الضوء على القصة على القصة ونقرأ هذه الجمل إذن في هذه الصورة الأم ونورة وفواز وبدأت ب نحن نحن إذا أردنا أن نتحدث ونحن مجموعة فنبدأ بقولنا نحن نحن نحب التعاون نحن نحن نحب التعاون التآزر التكاتف نحن نحب التعاون ونلاحظ يا حبتي في الحروف الملونة أن الحرف ن كيف شكله إذا أتى في أول الكلمة فمثلا كلمة نحن لوحدها تختصر عليك وقتا طويلا للتعرف على شكلي الحرف ن المختلفين فأول الكلمة هنا هذا شكله وفي آخر الكلمة هذا شكله تصل بالحرف الذي قبله كذلك هنا أتى بنفس الشكل في آخر الكلمة ولكن لم يتصل بالحرف الذي قبله لأن الحرف ولا يتصل بالذي قبله إذن نحن نحب التعاون الصورة الثانية حسنا إذن ماذا نفعل بما أننا نحن نحب التعاون ماذا نفعل نساعد نساعد من أمي نساعد أمي في في ماذا أحسنتم في نظافة المنزل نساعد أمي في نظافة المنزل ثم الآن يذكر كل واحد وفعله فهنا أمي تكنس أمي تكنس أنا ما الذي يتحدث هنا أحسنتم إنها نورا لماذا؟ لأن هنا في هذه الصورة أتى أسفلها أنا هذا الشخص أنا أنظف نافذة الغرفة وهنا فواز ينسق الزهور فواز ينسق الزهور إذن يا أحبتي عرفنا القصة خلف هذه الصور دعونا نقرأ القصة مرة أخرى نحن نحب التعاون نساعد أمي في نظافة المنزل انظروا إلى الكلمات يا أحبتي هذه الكلمات ستبقى معنا إلى نهاية درسنا كلمات كثيرة حرفنا أمي تكنس أنا أنظف نافذة الغرفة فواز ينسق الزهور إذن أحبتي لاحظوا عدد الكلمات التي حوت الحرف ن لدينا كلمة كلمتان ثلاث كلمات أربع خمس ست نكمل سبع ثماني تسع عشر إحدى عشرة كلمة إحدى عشرة كلمة يا أحبتي حوت الحرف ن إذن هذا يفسر أن الحرف ن يا أحبتي من الحروف التي يكثر استخدامها في لغتنا وفي مفرداتنا فنلاحظ هنا يا أحبتي في صفحة واحدة في جمل ورد ذكر الحرف ن إحدى عشرة مرة بينما لو قررناه لو قارناه مثلاً حرف ث في الدرس الماضي ففي القطعة كاملة ربما لم يرد حرف ن إلا ثلاث أو أربع مرات فقط حرف ث في الدرس الماضي بينما حرف ن هنا يا أحبتي نلاحظ إحدى عشرة كلمة ورد فيها حرف ن الحرف ن ن الآن نسلط الضو تحديداً على الحرف ن هيا بن نلاحظ يا أحبتي هنا في كلمة نحن لاحظوا صوت صوت الحرف هنا ن ن وهنا صوت الحرف ن نح ن نح ن وهنا في هذه الكلمة الثانية ن نح نح في الكلمة الثالثة الت تعاون ن إذن الحركات الثلاثة أحبتي هي ن ن ن حتى الآن سمعنا ن وسمعنا ن في الكلمة الثانية في الجملة الثانية عفوا ن نساعد ن أمي في نظافة ن المن المن زلي ن من صوت السكون لم نقل المن زلي لم نقل المني زلي لم نقل المن زلي هذا هو صوت السكون إذن سمعنا في هذا حتى الآن صوت الفتحة والضمة والسكون نكمل أمي تكنس ن ن أنا أنظف نافذة الغرفة أنا ن ن صوت الفتحة بالمد ن أنا أنظف ن ن نافذة ن صوت الفتحة مع المد وهنا فواز ينسق الزهور ينسق ن ن إذن سمعنا يا حبتي حتى الآن ن سمعنا هذه الأصوات ن ن كذلك ن وأيضا ن وأيضا صوت السكون مع الحرف الذي قبل نصله بحرف الذي قبل حتى نستطيع قراءة هذا الحرف من من مرت علينا هذه الأصوات حتى الآن لم يمر علينا صوت الكسرة كذلك لم يمر علينا صوت التنوين والشدة وكل هذا بإذن الله سنتعرف عليه لاحق ولكن حتى الآن هذه الأصوات التي مرت علينا واحد اثنان ثلاث أربع أصوات الآن يا حبتي دعونا نعود لكي نسلط الضوء على الأشكال أشكال الحرف ن وكما تعلمون أن الحرف ن له شكلان مختلفان فلدينا الشكل الأول انظروا هذا هو والشكل الثاني هذا هو باختصار نلاحظ يا حبتي أن الشكل الأول أتى مستقرا على السطر لو رسمنا هنا سطرا بهذا الشكل نلاحظ نلاحظ كيف الحرف ن يكون موقعه من السطر إذا أتى في أول الكلمة وإذا أتى في آخر الكلمة إذن الجملة الأولى يا حبتي توضح لنا وتختصر لنا المجهود كاملا حول أشكال الحرف ن ف في الجملة الأولى مر علينا شكل حرف ن في أول الكلمة نرسم خطا هنا مر علينا شكل حرف ن في أول الكلمة بهذا الشكل إذا أتى في أول الكلمة يكتب بهذا الشكل منبسطا على السطر وإذا أتى في آخر الكلمة فإنه يأتي بهذا الشكل إما متصلا بالذي قبله مثل كلمة نحن أو منفصلا عن الذي قبله في مثل كلمة التعاون بهذا الشكل إذن الحرف نايا يا حبتي له شكلان مختلفان فإذا أتى في أول الكلمة الكلمة إذا أتى يا حبتي في أول الكلمة فإنه يأتي بهذا الشكل وإذا أتى في أثناء الكلمة فإنه أيضا يأتي بهذا الشكل أما إذا أتى في آخر الكلمة أما إذا أتى في آخر الكلمة سواء اتصل بالذي قبله أما يتصل فإنه يأتي بهذا الشكل الذي يتميز بأنه ينزل أسفل السطر ثم يصعد مرة أخرى إذن يا حبتي بارك الله فيكم في هذا الدرس تحديدا تعرفنا على شكلي الحرف ن إذا أتى في أول أو أثناء الكلمة فإنه يأتي مستقرا على السطر لا ينزل أسفل السطر مع ضرورة كتابة نقطة الحرف وإذا أتى يا حبتي في آخر الكلمة فإنه يبدأ من أعلى السطر نزولا أسفل السطر ثم يصعد مرة أخرى ولا ننسى يا حبتي رسم نقطة هذا الحرف شكرا لكم بارك الله فيكم كان درس رائعا جميلا بتفاعلكم عرفنا فيه القصة حول ماذا كان يفعل أفراد الأسرة مع أمهم نورة وفواز شكرا لكم بارك الله فيكم والسلام عليكم شكرا لكم